وبمنسبة الكلام عن الرزق ربنا يرزقنا جميعا يا ربه يا ربه اللهم أن يرزقنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا يا ربه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أكيد كل الناس تتمنى الرزق وتسعى ليه وتطلب الرزق إيه بقى علاقة الرزق بتتوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذوا خماسا تروح فضية وتروح بيطانة وترجع مليانة وده طير طير يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقه طير يعني عاوز ربنا يقول لنا إيه يا جماعة إذا كنت أنا برزق الطير أنا برزق الحيوان أنا برزق البر برزق الفاجر برزق المؤمن برزق غير المؤمن المطيع العاصي الكون كله فأرزاقنا على الله يعني حتى العلماء بيقولوا حالة مهمة أوي بيقولوا الناس اختلفت في حاجات كتير إلا حاجتين محدش يختلف على إن هم مقدورين ومقسومين عند ربنا سبحانه وتعالى الأقدار والأرزاق وبيقولوا إنه إن الواحد لو اتعرض عليه قدره لن يختار غيره واحد مثلا بيقولوا مرة واحد شاب يقول أنا نفسى ربي لأ نفسى ربي لأ ديني مليون جنيه وشاب بيقول أنا عايز ربي لأ ديني مليون جنيه قولت له ربنا مش بيديك عشان عاف إنه لو إداكم المليون جنيه إنت ممكن تفسد بهم إنه من عبادي لو أغنايتوا لأ فسدتوا عليه دينا وإن من عبادي لو أفقرته لا أبسدته عليه دينا فكل واحد حاله أنسب له أنا بمثل دي بإيه بإن إحنا وإحنا أطفال صغيرين قدامنا حاجات ممكن تأذينها أنا مثلا عندي سنتين أو تاسيني أنا معرفش داي أذيني ولا لأ سواء كم نشرة سكينة دواء حاجة مؤزية حاجة ممكن تتعورني أنا عاوز أجبط فيها عاوز أخيوتها والدي أو والديتي أو أخيها كبير بيبعدها عني ليه لأنه يعني أدر مني بها وأنا كصغير مش عارف فبرضو ولله المثل الأعلى ربنا سبحانه وتعلا بيقول لنا إن دا أنسب لك إن أنا أديك النهار دا مية جنيه أو أديك الشهر دا ألف جنيه دا بس اللي مكتوب لك ومقسم لك دا أفضل ليه في واحد المال الأولي الأفضل وفي واحد المال الكتير أفضل في واحد شوية كدة وشوية كدة فكل واحد ربنا سبحانه وتعلا بيدل على ما يناسب ويناسب عقله يناسب تفكيره يناسب حياته بس عايزون نقول على حاجة مهمة ان انت في كل حالاتك انت ينبغي عليك ان تأخذ بالاسباب ما تجيش مثلا تقولي ده ربنا حيرزقني ايو ربنا حيرزقك بس انت لازم تاخذ بالاسباب وتسعى من اجل ان يرزقك الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا وربنا سبحانه وتعالى مهد لك الارض مطلوب منك فامشوا في مناكبها المثال يقول اسعى يا عبد ونسعى معاك انا قلت قبل كده ان موحد مثلا يقولي ادعيلي يا شيخ ان ربنا يرزقني بشغل بس لو انت قاعد ما بتسعاش على شغل قبلنا مش هيرزقك بشغل لان السماء لا تمطر ذهبا ورافدك كما قالها سيدنا عمر ابن الخطاب مش هتجيلك الحاجة لحد عندك هو الشغل ان ناقص بقى انت الشغل يجيلك لحد بيتك وانت تشتغل وانت في بيتك لا انت لازم تسعى ولازم علشان حتى تشعر بطعم اللقمة وبطعم المال وبطعم الرزق وبطعم المرتب بتاعك لو جالك بالسهل كده هتحس ان هو ايه يعني ما فيهوش بركة وما فيهوش طعم قصة جميلة اول قصة السيدة مريم عليها السلام اللي تعطي المثل العالي في الاخذ بالاسباب في السعي على الرزق وعلى اللقمة العيش وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى السيدة مريم قصتها كلنا عارفينها لكن فيها بعض الملامح كده احنا لازم نقف عندها السيدة مريم قبل ان تنجب او تلت سيدنا عيسى عليه السلام كان رزقها بيجيلها الحد عندها كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنا رزق بغير تكسب بغير ما تسعى ربنا سبحانه وتعالى بيرزقها في خين ان هي لما ولدت سيدنا عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى يطلب منها ان تهز جزع النخلة ومين يعني احنا عايزين عشر رجالة علشان يهزوا جزع النخل وهي امرأة يعني لسه حامل وطبعا حالتك عارفة المرأة بعد الوضع لأ معاناة وقلم وتعب ومرض وقلم الولادة لازالت موجودة ومطلوب منها ان هي تهز جزع النخل هو مش مطلوب منها ده هو المغزى من ده انك خد بالاسباب يا مريم وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنية في حاجة هنا بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى في حاجات علشان تبقى الحياة تلات حاجات مهمة اوي الهواء والماء والطعام الهواء ربنا سبحانه وتعالى ما جعلوش ملك حد ولا حد يتحكم فيه ولا يتصر فيه لان الهواء لو قطع عنا لحظة واحدة لمات اي واحد يقطع عنه الهواء وما يقدرش يتنفس فيها عنه لو خمس سواني او ثانية واحدة ما يقدرش يعيش في الحياة بعد الهواء المية قالوا الواحد ما يقدرش اكتر من تلات اربعة يام اسبوع بالكتير او من غير مية ممكن يموت الطعام لا انت ممكن اسبوع اتنين تلاتة توعد من غير اكل فديت مقومات الحياة وعناصر استبقاء الحياة هواء وماء وطعام الله عز وجل وغفرها للسيدة مريم عليها السلام